أهلا بكم ونبدأ من الفلبين حيث التقى زير الخارجية الصينيوي الرئيس الفلبينية رودريغو دوتيرتي وناقشا قضايا ثنائية بما في ذلك التعاون المحتمل للوقاح فيروس كورونا كما وقعت الصين والفلبين عقدا لبناء خط سكك حديدية في جزيرة لوزو حيث تبلغ قيمة هذا المشروع نحو 940 مليون دولار أمريكي وهو أحد أكبر المشاريع تكلفة بين البلدين وقبل وصوله مانيلا زارا وانميانمار وبروني واندونيسيا وتعد الفلبين المحطة الأخيرة لزيارته لدول الأربع في جنوب شرق آسيا